تعال الروح بقى لبيرسي تاو بيرسي تاو النهاردة الكريم عمل كل حاجة كل حاجة حرفين كل حاجة ممكن تتعامل الراجل تصاوب من يمين صاوب من الشمال ودخل واخترق وعمل وعمل اكتر من اسسته وحاول انه يسجل وده المكانه في الملعب كمان بعده خروج كهرباء لا ده انا هجيلك الكسة مكانه الان الكسة مكانه دي مش النهاردة مش ولدت الصدفة يعني ومش بتعامل مع تاول واحده فهجيلك الكسة التغيرت المكان دي بعد شوية الراجل حاول على الجول في الشوطين يا كريم بكل الطرق حاول بكل الاشكال لكنه ما كانتش موفق وده ويري جدا نحسر ما كانتش موفق على صعيد التسجيل لكن الراجل على صعيد التحرك على صعيد التأثير على صعيد التصويب ممتاز هو افضل لعيف في النادي الاهلي لانهاردة بقولك هو اكتر واحد كل الخطورة بتاعت النادي الاهلي كلها كانت يعني بصني مسلا ايه اللي التوفيق هو بيحاول كورونا زلتلي حاول يحطها ما جاتش قبلها كان واحدة الجنش انفراجه هو السيد تحاول يحطها مرحش بعديها نفس الكلام هتنزل تسقط التانية دي هيا حطها برضو فيها شيء من الرعون هتيجي في سدر الجنش نفس الشك اللي التوفيق كل ده اللي بكلمك أنا هنا بتكلم بس على بيرسيتا وقفن 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 بصكري هنا انا دايما الناس بتشوفني شوية ان انا ايه شايف ان كورونا مدرب كبير اهو انا بدي كولر حق والزبط كولر اكبر بكتير ما احنا بتتكلم عليه والشغل اللي بيعمله في تفاصيل كتير جدا هبنتكلمش على ارجع تاني معلش معلش ارجع تاني لا ارجع تاني بصة كريم ركز هنا وشوف مكان بيرسيتا هو فين الرجل اللي هو جناح يمين جناح يمين لسه انت بتتكلم على المهاجم في مكانه البلايميكر في مكانه كل اللعيب في مكانهم لكن اللعيب اللي بيعمل لعملية الموبيليتي او الحركة وبيعمل اندرلابينج يعني بينزل تحت ويغير مكانه وهو اللي بيعمل لي البلنتريشن كميلي بقى الكرة دي دي ممبارات ايه كريم دي ممبارات فارك وبص التحرك بتاعته وهجب لك التحرك بتاعته النهاردة كم 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 المشيه على سرعتها بصها كريم هنا كل اللعيبة مغيرة مكانة ده علي معلول احمد عبدالقزل النازل في البلايميكر وتاو هو اللي عامل الخالة هو اللي فتح هو اللي خل احمد عبدالقادر يبقى فاضي في المكان ده من خلال التحركات فاتنين اللعيبة كنا بنتكلم على الاتنين وينجرز يا كريم في حسين الشحاية وبرسي تاو الفكرة الاولانية قبل التطور كان حسين الشحاية وبرسي تاو بينزلوا وسط الملع وعشان يشتغلوا وكسوا النوع لعب لأ ده الموضوع بتره يتطور انهم بيدخلوا جوه العمق وبيكملوا يا إما مهاجم فولتس ناين تحت المهاجم الصريح أو يدخل يبقى مهاجم تاني جيب لي بقى جيب لي بقى اللقطة اللي بعديها على طول في أسستات تاو مش اللي تصويب بص ايوا دي بص هتلاقي هنا ان تاو بينزل في مركز صناعة اللعب مش مركز المهاجم مركز المهاجم لما ما اتكلم من أنا بغير مكان العيبة علشان ازود الفعالية الهجومية دي خصصة بص تاو فينا كريم هتلاقي ان تاو تحركاته مختلفة تماما تماما عن الشكل المعتب بتاعته كوينج رايت أو حتى انه يدخل كمهاجم كلاسيكي تحسب لمرسل كولر وكل يوم درس جديد بالنسبة لي أنا الراجل تحول تحول لمدرسة للتعلم الناس لازم تستفيد من الشغل اللي بيعمله برس تاو فرق كبير ان العيد مستوى يعلى معك وده حصل مع مدربين كتير او انك بتطور من الفكرة بتطور من الافكار ارجع بقى دي ارجع دي عشان نتكلم عليها مشكلة موجودة عندنا دي اهل المباراة ثالثة على التوالي اهل عنده مشكلة في عمق الملعب كريم الوفصايت تراب الاهل مركز على الوفصايت تراب المباراة اللي فاتت سبعة تسلولات النهاردة بنتكلم على تلات تسلولات منهم كرة الجول بنفس الشكل اختراقات من العمق الاهل بيسيب اللعيب لحد ما يوصل انه على اللاين ونخش بقى في قصة هي الكرة جول ولا الكرة مش جول وتخلى انفراضات وتعمل لنفسك مشاكل انك تشتغل على الوفصايت تراب فكر موجود في العالم كله لكن لبعض الوقت لكن تشتغل عليه كفكرة اساسية كخطة دفاع النادي الاهلي منتهى منتهى الخطورة انا عارف هي بتتعامل ليه هي بتتعامل عشان يديق المساحات يقلل المسافة من خط الدفاع وخط الوسط لكن الاهلي عشان بيتضرب للمرة التانية على التوالي بنفس الشكل لأ مشكلة كبيرة بص يا كريم بص يا كريم هنا وقف هنا بص الاربعة وقفين على الوفصايت تراب وحفظين كويس قوي لكن في النهاية في النهاية ريسك ريسك كبير جدا وانا بلعب فريق انا ضغط عليه طول الوقت فانا بحاول اقلل المسافة لأ مشكلة موجودة عند النادي الاهلي محتاجة تتعامل